الفيلم الذي نتحدث عنه اليوم هو فيلم تونسي قاعد يدور في لسالة سينما توا المخرج هو محمد بن عطية الذي عرفناه في فيلم نحبك هادي والذي قلت عنه دي جافي ليستمتع الفيلم في حلقة قديمة اليوم أريد أن نتحدث عن هذا الفيلم لكي نتحدث عنه ممكن أن تقرروا وتشاهدوا الفيلم هذا أو لا لكي نتحدث عن الفيلم ولدي ماذا نتحدث عن كندا؟ ماذا؟ في القرية ماذا نتحدث؟ أُمْكِفَيْلِ فِيلمسَ مِنْا 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 أَصْلَي مَنَ اسْكُلْ قبل نعم الفيديو هذه خاطر ايضا لا يريد فان بالسينما التونسية وعندما نرى ايضا في الفيديو في الفيديو الفيلم الذي نحكي عنه اليوم اسمعت عديدة ريفيوز من عبادة فارجت فيه وحبت نوضح فيه كالك بفوان هذيك علي قاعدت نستانة في سيونس دو دبا مع الرياليزاتور لكي نجم نبدأ متأكدة من اللي نحكي فيه وقت اللي نعم الفيديو نعرف السعب البلات متاع الفيلم الفيلم يحكي قصة رياض اللي هو بوعت حياته يخدم ويتعلم بشي نجم يوفر الولد سيمي اللي هو ان انفان يونيك لكونديسيون البايهين بشي نجم ينجح في الباك وفي حياته بصفة عامة سوف كا على سختان بوان سيمي يمشي لسوريا ويخلي والدي ما همش فاهمين حتى شي كلنا كاسمانة سينوبسيس متاع الفيلم قلنا اوه بسو جي حكي وعليه برشة قديش الفكرة كليشي ومهيش اوريجينا حق كوريوس هم يعملون فيلم على سوريا وهذا موضوع اتو نحكيه فيهم بعد كمشيت تفرج في نحبك هادي عاملتي لي جاوي بكود اسبوع في محمد بن عطية خطر بالنسبة لي انا قاعد يزيد في توش سبيسيال ووريجينال في السينما التونسي هذك علي مشيت نتفرج على فيلم ولدي بتحفظ كبير وخوف من اني جو سخي دي سو مي ارزمان الفيلم عجبني برش توش اللي حكيت علاها لقيتها في فيلم ولدي سكي دوني ان ادنتيتي للمخرج وللفيلم افلي محمد بن عطية فيهم انستيل مينيماليست كسوها في الرياليزاشن ولا في الكتاب يحكينا القصة اترافر دي سيطواشن سامبل دولي جور اللي نحنا بتاتخ ما عادش نلاحظوهم برشة في حياتنا مامسي مازالو موجودين هذا اللي بتاتخي خالينا انس ادنتفي فاسلما للي برسناج والللسطور دي سمبليسيتي دي برسناج في الفيلم هي الحاجة اللي تخالينا نصدقوه ولي هي حاجة مجدي ما نقاوها في الفيلم التونسي غلبيت الوقت للي برسناج في الفيلم التونسي يكونوا مبنيين على دي بتي تيك ولا على دي كاركتيريستيك ديركت كي رفلت فاسون واضحة برشة البرسناج والاسبين تيو دوك اننا جمون وصلوا الانفرميشن على البرسناج من غير ما نستر ونستعملوا للي زرتي في سيناريستيك اللي مستنسين بيهم الحاجة هذي توري ان اوبسيرفاسيون كبيرة برشة 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 وقت اللي صنع للي برسناج متاهو الفيلم على عكس اللي حبو يفرسي وهعباد تفرجت فيه وإلا اللي يظنوا هعباد ما تفرجوش فيه ما هوش حامل قضية معينة اللي بش يجي واريك هاو البيه وهاو الخيب وهاو الطيب وهو الشرية ولي انا بصراحة ما نشوفها استبلاه للمتفرج الفيلم اللي لاتو سامبلم بش يحكي استوار و بش يحط ان كيستيان كمتلكم و الكمنكسيان او فاميه و الفيلم كيما قلت سامبل حتى في الخراج متاعو ما مشوفوش فريمان ده بلان صوفيستيكي عالخير ووالخدمة متاع عرض عضالة تكنيك ولا يأس برعمان زادت لأبوزي فالرهاليساشن بطيط خيه هذي حاجة تقلق عبيد اللي اللي كي considيره السينما كم آر برما أوديو فيزيول ما هوش مجعول بش يحكي قصة بقدر ما هو مجعول بش عادة ديزي ماج من انا personnellم هذا حاجة ما تقلقني ج验ة ديزي مجعون بشترع وطانك في محاجة كيماتير فالفيلم تانك متفرج عليه دونسوكاله يا كابسيته دُّ ريالизاتر فرره بذيزي ديزي 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 منا ومنا وهذي حاجة كي رفيت للاسنسيباليته متاع المحج وبالنسبة الموضوع منا جامش نحكي فيه برش على خاطر نحاول اني منحرق الكومش الفيلم ولكن لا يوجد فيلم يحكي على سوريا أو يحكي على الجهاد أو يحكي على حاجات ذلك الكل البرسناج البرنسيبال هو البو هذا الفيلم كامل براتيكمن نشوفوه من البوان جو متاعه حتى الفكرة اللي نخدعه على الطفل في البرتيلولة من الفيلم هي براسك نفس الإديا اللي عند البو على والده المهم في الفيلم هو الغميزة en question بتاع البو وقت اللي يخسر والده كان ينجم يخسروه في سويسيد وإلا الطفل يهرب وما يرجعش انبليفتورنات الشواء متاع انه الطفل يمشي لسوريا هو احسن شواء ممكن يكون للسيناريو خطر طفل من عائلة عادية برشا ليه مدينة برشا وليه ضد الدين ولا نحن ولا لبغان اللي في الفيلم ينجموا يشوكوا اللي طفل هذكا ينجم نهار ينتمي الداعش هي احسن فاسان بو خشوكي للمتفرج ويخلينا نسئله علش شنية عملت غالط بش ولندي هزروح ويمشي لسوريا والبخفاء انه يكون في الحرب على انه يقعد لنا معايا وغادي ونيابدى الفيلم اتوى الوقت اللي الحاجة تماعاتش تولي اوشي 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 او البو ويولي الرومي انه يشوكوا اللي احسن في الفيلم نوك حكيت انه طفل مشي لسوريا ما هيش ليده وليه ده وليه لإمورتان في الفيلم Et surtout la relation père-fils Sur le plan social La crise d'identité Et le désespoir A un des jeunes tunisiens Sur le plan individuel Ce n'est pas un être parent Ou est-ce que les bons choix Faites d'unia Sont aussi évidents que ça Ce n'est pas une vidéo d'analyse C'est pas une vidéo d'analyse C'est une vidéo d'analyse C'est un film qui m'aiment Les émotions Et l'humanité Donc Ce n'est pas une vidéo d'analyse Voilà C'était la vidéo C'était la vidéo Merci beaucoup C'est une vidéo d'analyse Je vais partager la vidéo C'est une vidéo d'analyse C'est une vidéo d'analyse C'est une vidéo d'analyse Je vais vous donner En la vidéo d'analyse Merci beaucoup Et à la vidéo d'analyse On va voir la vidéo d'analyse ! Et on va voir la vidéo